مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية أبناء الأعزاء طلاب الصف الثاني عشر أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية مع مجال القرآن الكريم وحفظ صورة الحشر من الآية رقم ثمانية عشر إلى الآية رقم أربعين وعشرين بداية نقرأ الآية في التهيئة قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في الآية الكريمة فهم الجبل هذا القرآن لخشعا متصدعا من خوف الله فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع عند سماعه أي أنه ينبغي على قرر القرآن أو سامع القرآن أن يتأثر به وأن يخشع لما فيه قبل أن نتلو الآيات نذكر بأهداف الدرس الهدف الأول أن يتلو الآيات الكريمة كراءة صحيحة وتلاوة صحيحة الهدف الأول أن يتلو الآيات الكريمة تلاوة صحيحة الهدف الثاني أن يوضح معاني المفردات في الآيات الهدف الثالث أن يحفظ الآيات الكريمة غيبا بداية نتعرف الصورة الكريمة من خلال هذه الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة واحد صورة الحشر صورة مكية أم مدنية أم نزلت في مكة أم نزلت بعضها في مكة وبعضها في المدينة طبعا صورة الحشر صورة مدنية جملة الثانية عدد آيات صورة الحشر أربع وعشرة آية أم أربع وعشرون أم اثنان وأربعون أم أحد عشر آية طبعا الإجابة الصحيحة أربع وعشرون الجملة الثالثة اسم الصورة هو أحد أسماء الجنة النار يوم القيامة المدائن طبعا الإجابة الصحيحة يوم القيامة بين يدي الآيات الكريمة نعلم جميعا أن الآيات تناولت موقف المنافقين من بني النظير يعني المنافقون حينما أصر النبي صلى الله عليه وسلم على إجلاء بن النظير من المدينة تواصل المنافقون مع يهود بن النظير وهيأوا لهم أو خدعوهم بأنهم سينتصرون لهم ولن يتركوهم وحدهم فلما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا أن يفعلوا لهم شيئا وتركوهم وحدهم فشبه الله حال المنافقين مع بني النظير بحال الشيطان الذي يغري الإنسان بالكفر ثم يتخلى عنه يوم الحساب إذن هذا موقف المنافقين من بني النظير وكذلك تناولت الصورة وعظ المؤمنين وأمرتهم بتقوى الله عز وجل ثم بعد ذلك أكدت الآيات على كمال الله سبحانه وأنه الخالق الباري والمصور وأن جميع الكائنات والمخلوقات في السماوات وفي الأرض تسبح له نبدأ في الهدف الأول أن يتلو الآيات تلاوات سليمة نقرأ الآيات ونستمع إليها إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا أنصت إلى التلاوة الكريمة حتى تستطيع أن تحفظ حفظا جيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لرد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضيبها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجباء المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إذن بعد الاستماع إلى هذه التلاوة المباركة أنصح أبناء الطلاب بأن يعيدوا استماعهم ويكرروا الاستماع إلى هذه التلاوة حتى يتمكنوا من التلاوة السليمة وبالتالي يحفظوا حفظا سليما نستخرج من الآيات بعض أحكام التجويد قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ السؤال الأول استخرج من الآية الكريمة مثالا على ما يلي ألف الإضغام بغنة مثال للإضغام بغنة في أكثر من مثال أذكركم بأن حروف الإضغام بغنة مجموعة في كلمة ينمو إلياء والنون والميم والواو إذا أتى واحد من الحروف الأربعة المجموعة في كلمة ينمو بعد النون الساكنة أو التنوين كان الحكم الإضغام بغنة من المثال في الآية نفس ما ومثال آخر لغدين واتقوا باء الإقلاب استخرج مثالا لحكم الإقلاب من الآيات الكريمة الإقلاب أن يأتي تنوين أو النون الساكنة ثم بعد النون الساكنة أو التنوين يأتي حرف الباء مثال خبير بماء السؤال الثاني ما نوع المد في قوله تعالى يا أيها مد واجب متصل مد جائز منفصل مد طبيعي مد لازم طبعا الإجابة الصحيحة مد جائز منفصل حكم المد في كلمة الفائزون طبعا الإجابة الصحيحة مد واجب متصل الهدف الثاني أن يوضح معاني المفردات الكلمات باللون الأحمر هي التي سنبين معانيها اتقوا الله أي اتقوا الله في أوامره ونواهي ما قدمت لغد يعني يوم القيامة نسوا الله أي تركوا أوامره فأنساهم أنفسهم أي أنساهم مصالح أنفسهم متصدعا أي متشققا عالم الغيب والشهادة أي عالم السر والعلانية نشاط صفحة 103 بعد حفظ الآيات المقررة من صورة الحشر أكتب الآيات التي تدل على المعاني الآتية وجوب الاستعداد ليوم القيامة ما الآية التي تشير إلى وجوب الاستعداد ليوم القيامة قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ السؤال الثالث النهي عن تقليد الفاسقين ما الآية التي تنهى عن تقليد الفاسقين قوله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ السؤال الرابع خشوع القلب عند سماع القرآن الكريم ما الآية التي تدل على خشوع القلب عند سماع القرآن الكريم قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله السؤال الخامس الله سبحانه هو المالك لجميع الأشياء وهو المتصرف فيها بلا ممنعة ولا مدافعة ما الآية التي تدل على هذا المعنى طبعا قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشيكون إلى هنا أحبائي وأبناء الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر